في الإعلام الدولي وتبعت موقف الإعلام الدولي أو موقف بعض وسائل الإعلام الدولي في الأونة الأخيرة من الدولة المصرية واللي بيحدث في الداخل تبعت ازاي الموقف قبل الانتخابات وهل تغير مع الانتخابات ورؤيتهم أو نقلهم من على أرض الواقع للانتخابات ولا لا يعني قبل الانتخابات كلمة الإعلام الدولي كلمة كبيرة طبعا في قوة كثيرة لكن أنا بتكلم عن القوة المؤسرة وطبعا حضرتك عارف حكاية البي بي سي إلى آخره خلينا أقول أنه إيه البي بي سي ما زال لها مصدقيتها زي ما كان لها مصدقيتها لكن مشكلة كلمة على كل البي بي سي ولا بي بي سي عربيك ولا بي بي سي إنجليش لا مؤسسة البي بي سي كمؤسسة كمؤسسة إعلامية في الموجهة بالعربي في هالمشاكل حضرتك تابعتها وأنا تابعتها كلنا تابعناها وحصل الرد البليغ المؤثر عليها في حشة السيدة اللي تكلموا عنها حقيقة من الدولة المصرية بتأكيد أه من الدولة أكيد والحقيقة هذه نقلة مهمة أنا يعني دايما بكلم عنها بإيجابية وهي النقلة من هيئة الاستعلامات قيادتها الجديدة حقيقي لأنه أستاذ ضياء رشوان أستاذ ضياء رشوان راجل متابع ما يجري في الخارج بحكم درسته وبحكم اهتماماته وبالتالي ما بقاتش المسألة مسألة إن إحنا بنرد على نفسنا بقات المسألة أنت بترد داخل وفي نفس الوقت بتحاول إيه ترد من خلال المنابر وبترد بالصورة وبالمعلومة يا فندم وده مهم له بترد بنفس مش كلام مرسل بنفس طريقته بشغله وبتحاول تتصور إنه المشاهد الخارجي أو المستمع الخارجي ليس هو يعني ليس مرادفا للمستمع والمشاهد الداخلي التاني لا يعني إلا أنه يسمع بس ولا يعني قناعتك إلا لما تحاول تقنعه إنت فده دي حاجة الحاجة التانية وسائل الإعلام الأخرى بترصد كل ده يعني مثلا جريدة زي نيويورك تايمز جريدة مهمة جدا طبعا ومسموعة الكلمة حقيقة وده من أنا بدي مثلا عندما اكتشفت جريدة نيويورك تايمز إنه إحدى كاتباتها المهمة اسمها جوديس ميلر الستة دي كانت من أهم كتاب النيويورك تايمز وشاركت فيه تغطية حرب العراق أيام صدام حسين وتورطت فيه مصادر غير موسوقة هي من كانت تشتعرف أنها غير موسوقة لكن ده طبعا لم تواحص تفتش عن الحقيقة فهي التي أضاعت إنه صدام حسين عنده أسلحة الدمار الشامل وكانت فضيحة حقيقة يعني تورط فيها وزير خارجية أمريكا في تلك الفترة في سنة 2003 إحنا بنكلم على فضيحة عالمية أسقطت دولة الأهم بقى إنه عندما علمت أو تحققت التايمز من هذه الأخطاء على طول فصلت استبعدت السيدة جوديس ميلر ففقدت إحدى الصحفيات المهمات في أمريكا فاخدت الكرير بتاعها تماما وطلعت بقت في الشارع وكتبت هي القصة دي في كتاب اسمه The Story أصل الحكاية الفكرة إيه؟ إنه هم بيحاولوا صححوا نفسهم بنفسهم لكن أحيانا بقى أنت عندك في الخارج أنت لا تعادي في الخارج فردا أنت بتعاني أو بتعادل تنظيم دولي وهذا التنظيم الدولي أصبح متاحا له أموال مش معقولة اعتمادات مش مصريين فقط يعني منتشرين في جلسيات كتير ومعهم أموال كتير وله كوادره وكوادر أحيانا بتكون معلم إعلامية مؤثرة طبعا وناس من الذين يعيشون داخل صفوف المجتمع الخارجي وممكن يكونوا من الجيل الأول والتاني كمان من المهاجرين كل ده تحديات جديدة ولذلك دايماً بقول ما ننخفش ولا ننزعج عندما يحدث هجوم علينا ده معناها إيه إن إحنا أخوية إن إحنا بنزعلهم إن إحنا بنكدهم زي ما بقولوا بالبلد بس لازم فيه نقطة هنا يا فندم الوقفة لما يحصل هجوم علينا لازم نرد بالحجة اللي بيتقبلها العقل الغربي وطبعا بتدعم الموقف المصري زي ما حصل بالظلط مع قصة زبيدة الداخلية المصرية ضربت مثال رائع للغاية إن دي السيدة اللي انتو بتتكلموا عليها عادي هي طلعتها هي مع زوجها إن السيدة متزوجة وإنها آمنة مطمئنة في الدولة المصرية لا هي مخطوفة ولا هي كذا ولا هي كذا فأحبطت اللي كان بيقال في تقرير البي بي سي اللي ظهر من القيار أنا بقول ده مش حينتهي الأمر لن ينتهي بتقرير البي بي سي ولكن الأمر مستمر ليه كلما حققت نجاحاً وإنجازاً في الداخل على طول لابد أعدائك في الخارج يحلهم الجنون طبعاً وبالتالي يستخدموا كل إمكانياتهم فكل ده بتعم بتشتغل على جبهتين جبهة الرد على الخارج وجبهة استمرار البناء في الداخل وأنا حذكرك جيلي أنا يعني أنا كنت من بدري قوي في الستانيات مزيع في صوت العرب بعد التخرج على رب نقدر حذرك الصحة في أيام صوت العرب سمعنا وإحنا شباب كان عندنا ضدنا ضد مصر تسعى محطات إذاعة تسعى محطات إذاعة ضدنا اسمها الدعاية المعادية فسمعنا بعد كده إنه الرئيق الزعيمة عبد الناصر كان يزعل قوي لو العدد تسعى ده أقل ياه كل مزيد عدد أعدائك اللي بيهجموك معناها أنك أنت مازلت على الطريق مازلت أنك أنت في حاء هم بتخليهم تستنفر فيهم العداوة ليه؟ لأنك على الطريق الصحيح المصرين وقتها كانوا على قلب رجل واحد يعني ماشي الفكرة أنه لا تنزحج عندما يكون هناك هجوم عليك وإنما شطرتك إنك أنت تعرف ترد تعرف ترد وما تتعقدش من كتر اللي بيهجموك ده معناها أنك أنت صح لأنه اللي بيهجموك مين؟ أعدائك وخبلك وبالتالي إحنا دلوقتي مسيرية فندم هفي أمثلة